موسيقى حياكم الله متابعي سعود أوتو من جديد سيارة تويوتا برادو هي واحدة من السيارات الشعبية الصانع الياباني في منطقتنا العربية بشكل عام والمملكة بشكل خاص وتعرف في بعض الأسواق مثل أوروبا وأمريكا باسم لاند كروزر وهي الأسواق التي لا يتواجد فيها الطراز لاند كروزر واليوم سنتعرف على التغييرات التي حصل عليها الجيل الجديد والذي تصفه الشركة بأربع كلمات وهي أصيلة وموثوقة وخالدة ومهنية خلونا ندخل في التفاصيل تخطط الشركة لإنتاج سيارتها الجديدة في مصنعي تاهارا وهينو التابعين للشركة في اليابان على أن تصل إلى الأسواق الأمريكية في ربيع 2024 وهو الموعد الذي نتوقع فيه وصول السيارة إلى منطقتنا وسيكون سعرها في حدود 50 ألف دولار أو 187 ألف ريال ولكن سيتم الإعلان عن الأسعار الرسمية بالقرب من بدء بيعها في الأسواق المختلفة وتهدف الشركة إلى إنتاج خمسة آلاف سيارة في الشهرين الأولين تحت اسم الإصدار الأول وتيوتا برادو هي سيارة عائلية ملائمة لرحلات البر وقد تم بناؤها على منصة تي إن جي اي اف والتي تستخدم شقيقتها الفاخرة ليكزيس جي اكس أيضا والتي تحدثنا عن تتشينا في فيديو منفصل يمكنكم مشاهدته على قناتنا وتشتهر برادو بكونها من سيارة الأس يوفي الأكثر مبيعا في الكثير من الأسواق العالمية تتوفر السيارة بمحرك هاجين قوي يولد 326 حصان وعزم دوران 630 نيوتين متر وهو محرك أصغر من الجيل السابق مما يجعلها أكثر رشاقة بمساعدة محرك كهرباء بقوة 48 حصان ويعمل المحرك مع ناقل حركة آلي من 8 سرات وبطارية بقدرة 1.87 كيلو واط في الساعة كما تأتي بنظام دفع رباعي متطور مع قفل تفاضلي محدود الانزلاق والذي يساعد في تقسيم القوة بنسبة 50-50 إلى العجلات الخلفية خلونا ننتقل للتصميم الخارجي تتميز السيارة بتصميمها الصندوقي المستوحى من الماضي وتتوفر حاليا في أمريكا في ثلاث فئات الأولى هي فئة 1958 والتي تتميز بأضواء أمامية LED مستديرة وشبك بحروف تويوتا أما الإصدار المتوسط فيأتي بأضواء أمامية رفيعة مستطيلة بينما تم دفع عمود A للخلف من أجل توفير رؤية خارجية أفضل ويتوفر أيضا الإصدار الأول الحصري والذي يتميز عن الإصدارات الأخرى بمقصورته الداخلية في الداخل تتميز السيارة بشاشة لمسية مقاس ثمانية بوصات تعرض أحدث نظام صوتي للوسائط المتعددة من تويوتا مع دعم أبل كاربلي وأندرويد أوتو لاسلكيا بالإضافة إلى مجموعة واسعة من مزايا الاتصال والراحة أما الفئة المتوسطة فتأتي بميزة تدفئة وتهوية المقاعد وشاشة نظام ترفيه مقاس 12.3 بوصة ونظام صوتي فاخر بـ 14 سماعة واتصال 4G لما يصل إلى 5 أجهزة ومقاعد من الجلد أما الإصدار الأول الحصري فيأتي بمقاعد مكسوة بالجلد وشاحا لاسلكي بالإضافة إلى المفتاح الذكي لتشغيل السيارة في جميع الفئات ويتص المفتاح بالهواتف الذكية كما تتميز بشاشة عرض على الزجاج الأمامي ومرآة رقمية للرؤية الخلفية وفتحة سقف والجدير بالذكر فإن تويوتا كشفت عن نسخة ديزل حصرية للسوق الأوروبي والتي تستمد قوتها من محرك سعة 2.8 لتر بقوة 2.1 حصان و500 نيوتين متر من عزم الدوران وهذه النسخة يمكنها سحب ما يصل إلى 3500 كيلو جرام وهو المحرك الوحيد المتاح حاليا في أوروبا لكن تويوتا تقول أن المحرك الهجين سينطلق هناك في أوائل 2025 واعتمادا على السوق فالشركة تؤكد أن السيارة تتوفر بمحركات هجينة أو ديزل كما تتوفر بمحركات بنزين سعة 2.4 من 10 لتر تيربو بقوة 278 حصان و430 نيوتين متر من عزم الدوران أو محرك بنزين سعة 2.7 لتر بقوة 161 حصان و246 نيوتين متر من العزم وفي الختام ما رأيك في التصميم والتقنيات والمزايا الجديدة التي حصل عليها الجيل الجديد وما هو المحرك الذي تود أن تتوفر به السيارة عند الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في المملكة شركة عبداللطيف جميل للسيارات شاركنا برأيك ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد في عالم السيارات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته